ياسر إبراهيم انه قادر طول الوقت امركز ومحافظ على جهازه البداية رغم انه كان عنده كرامب مرتين قادر انه يحافظ لحد اخر لقطة واللقطة اللي عندناها اكتر من مرة النهاردة وفي لقطتين كمان عملهم ياسر إبراهيم النهاردة ياسر إبراهيم هو الثاني اعلى اللاعبين تقييما في المباراة بالمناسبة في النادي الاهلي بعد يحيي عطيته الله ومن نادي زمالك محمد عواد طبعا العمل اللي عمل النهاردة انقاذات تعظيمة جدا جدا بص هنا اللقطة كمان يا كريم جاي من قلب الدفاع اليمين لقلب الدفاع الشمال وقافل على زيزه بدون اخطاء وبدون ما اعمل اي مشاكل في الديئة سبعين تركيز عظيم جدا جدا لو عد تكون يعني اخوة اخد ريسك انا قلت لك انا قلت لك انا قلت لك انت لو جبتها من بدري انا قلت لك قبل ما اتحرك انا قلت لك يا كريم على لقطة اتحية يا تلات الله دي لقطة من اخطى لقطتين على الاهلي في المباراة النهاردة واحدة شاء الله هيحية اتركي العابي التاني لا يتكلم عليه بعد شوية دي تاني اخطر لأ سيبك من التصويب او سيبك من تصرف زيزه الكرة دي بالعرض جون ما في ايش شك كنت اتشاهلها لياسر ابراهيم بالمناسبة طبعا لانه ساب مكانه جناحي تليمين وراء وراء رامي ربيعة والراجل رايح سيف الجزيرة انفراج جون الشبكة فاضية ففي النهاية انا ابتحية لياسر ابراهيم مش بس انه خد اعلى تاني تقييم النهاردة لانه عمل اقوى مبارا لزمالك من التصويب